كان دكتور قاعد تتراجع الرأيك يعني رأيك كان حاضد المجلس الحين أشوفه قاعد تتراجع لا لا نفس رأيي عن المجلس هذا المجلس أنا بالنسبة لي حتى مساعة دكتور خليل يوم يقول لي أتمنىك تكون في هذا المجلس قلت لي أدامك أن لا والله أنا ما يشرفني أكون في مثل هذا المجلس ما يشرفك تقول في هذا المجلس؟ لا طبعا ليش؟ يعني على الأداء اللي موجود وعلى الانطباع الشعبي اللي عن المجلس لا ليس في هذا المجلس أنا كنت في مجالس كثيرة وكثير من المجالس اللي أنا اتشرفت بخدمة الشعب الكويتي من خلاله ما كان يعجبني أداء المجلس وكنت أقول هذا الكلام أن ما يعجبني أنا وجودي في مثل هذا المجلس اللي لا يلبي طموحات الشعب ولكن هذا قدر أنا أحمد الله اليوم أنه ما أنا في هذا المجلس وانتهى هذا الموضوع